وكلمة إن شاء الله في وقفات مع إمام عظيم ورجل تكلم الله تبارك وتعالى عنه كلاما كثيرا وحكى قصته في كثير من آي والسور القرآن وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ألا وهو إبراهيم عليه السلام قال تعالى في أواخر صورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم كان أمة أمة لوحدي رجل واحد وهو أمة والرجل الأمة هو الرجل الإمام في الخير هو إمام إبراهيم عليه السلام من جاء بعده من الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم أي نبي جبعده كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنعم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم قال بعد ذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين كل من ذرية إبراهيم لذلك إبراهيم عليه السلام لما قام بكلمة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلها كلمة يعني كلمة التوحيد والعقيدة وجعلها كلمة باقية في عقبه باقية هذه الكلمة في عقب إبراهيم يعني في ذريته كويس يوسف عليه السلام لما رأى الرؤية أو رأى الفتيان الرؤية اتنين من الشباب كانوا معه في السجن فرأوا رؤية قصوا على يوسف عليه السلام قال له نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي أنا ربي قال لهم علمني أأويل الرؤية ذلكما مما علمني ربي والسبب شنوه الله علموا ليه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لأن كده الزول أول ما ينجد التوحيد الله بيديه وبيفتح عليه قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أها إتما دم خلت ملة الكفر عملت شنوه قالوا واتبعت ملة آبائي آباء منه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ده الأباء لأن يوسف أبوه يعقوب ويعقوب أبوه إسحاق وإسحاق أبوه إبراهيم كله من بي قال لهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ونحن نقبل قرأنا الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يوسف عليه السلام من أحفاده ورهناك قال لهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضلك فضل الله علينا إنت لو ما مشرك وبعشيه أنا حنيل يا تفصيل الكلام ونعرف الشرك ده منه الشرك شنو والبسوو منه وبسووه كيف وغشو الناس كيف ده كل الكلام ده حنجيه لكن إنت يعرف الأول إنه ربنا لو نجاك من ملة الشرك لنعمة كبيرة يوسف عليه السلام قال ذلك يعني الزلمة مشرك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أستاذي نعمة هو في ناس الناس ما عارف إنها نعمة ذاته هو في ناس قال إنها زليم من الزنوب أنت لما تكون موحيد وابتدع الله براه وما ابتدع الجماعة دي لك الجماعة يقول لك إنت منكر ولا شنو يا ناس أنا انكرت شنو أنا سألت الله قال لي أسألني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وقال ربكم صورة غافر وقال ربكم أدعوني أستجب لكم الله في صورة البغرة قالوا إذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بإلى اللهم يرشدون الله قال أدعوني إنت تدعو الله براه وتخلي الجماعة من هدوم إيجي يقول لك إنت منكر ولا شنو يا أزول أنا انكرت شنو إنت مؤمن بالغراء ما منكر تما انكرت حيا ربنا قال في صورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين ما بينفعوا لكذا انت من السنة نجيض عغيتك شوف الغبر ده وكي ترقد فيه أرقد بعغيتها نجيضة وقال لها إذا أمشي تلخبط الشغلانة تتأدب بعدين تنجيض من هنا الله قال ولا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين ما هو إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون واحد تخاف من الواحد ما تخاف لك من زول ما تفل في غبر بني آدم وادمر فاتفل في غبر ما تخاف منه لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض ده كل حق الله وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فاتش رقبتك دي الصحة والعافية والنظر تشوف القريب والبعيد والمروة تشيل طوريتك وثمش الخلق عافية ونعمة فيك الله قال لك وما بكم من نعمة أهل جاب منه جاب الشيخ المدفون هنا وهناك وما بكم من نعمة فمن الله كل من الله لا أفزل بديك حاجة والمروة الفكذ لا في راجل بزيدة ولا أفزل بنقصة قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر لمن تجبض عليك الحكاية وتضايج الله قال فإليه تجأرون تجأر لي الله تدعو ربك لأنه مش انتبارك المشرك الزمان المشركين الحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وكاتلهم شفق دماؤهم ها واستباحهم الزمان دي لك كانوا في الشدايط بنادوا الله برضو السيدة تنادي لك في زول ميد لك في الشدايط كان بنادوا الله ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر العيات في صورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلي ها المشرك ده خلقا من الموحد وكي تبقى في البحر والمؤجي الطريب والسفينة تتمايل المشرك بيرفع يقول يا الله تحل لنا يا الله تحل لنا ده المشرك لأنه عارف بحل الله ها ربنا قال في صورة الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون تدعون غير الله المشرك ما بيدعون غير الله لكن أول ما يجي في الرخاء ويبقى مرتاح ومشكلة ما فيه يقعد ينادي في الجماعة بتاعينه هيا فلان تلحقنا ويا علان تحل لنا ده الشرك ذاتك لأن كده يوسف عليه السلام وأنا درجل لك الكلام من الأول بمدح في نفسه بالتوحيد وبمدح في أبواته إبراهيم إسحاق يعقوب قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون فإبراهيم عليه السلام ربنا مدح مدح عظيم عليه السلام جاء إبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ربنا أرشد لمكان البيت الكعبة أرشد لمكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيت يعني طهر من الرجل والأوسان وعبادة غير الله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إبراهيم عليه السلام دعا ربنا دعاوه مرتين الأولى في سورة البغرة قال رب جعل هذا بلدا آمنا يا ربي دا بجيو بلد لا نفاض يا ما كان في حاجة اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات سبحان الله شان كده الآن البلاد هذه البلاد الطيبة بلاد الحرمين المملكة الآن تنعم بالخيرات وبالأرزاق رغمي إنها بلاد ما فيها زراعة نحن بالله زراعة وخدار راقد وجعانين خدارنا راقد وإحنا جعانين لكن هناك دعا لهم إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات لكن إبراهيم عليه السلام قيد الدعاء بتاعه قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وده هنا في اللغة العربية اسمه عطف بيان ولا بدل بوريك منه يعني يا الله أرزق من الثمرات المؤمن بس ربنا سبحانه وتعالى وسع له الدعاء قال ومن كفر الكافر برزقه يعني مش في البلد دي الله قال الكافر ذاته برزقه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الدعاء الثاني إبراهيم عليه السلام بعد ما بيقى البلد قال ربي اجعل هذا البلد آمنا ده هناك سرطة إبراهيم ما في الأول ما بيقى البلد لاسا قال ربي اجعل هذا بلدا من غير ألف لام اجعل هذا بلدا أول ما بيقى البلد ثاني دعا قال ربي جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إبراهيم عليه السلام دعا كويس إبراهيم مع مكانة العظيمة في التوحيد دخل في صراع مع والده ومع قوم والده اسمه آزر والآيات في صورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اسم آزر وآزر ده اسم صنم والصنم ده إبراهيم أبوه سموه عليه لأنه كان بيخدم الصنم ده خدمة شديدة بيتعبد للصنم وبيخدمه وكل شيء كويس لمن سموه عليه فإبراهيم عليه السلام قال له أبوه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آله إني أراك وقومك في ضلال مبين لاحظ إبراهيم عليه السلام مع إنه قمة في الأدب ده نبي من الأنبياء رسول ممكن يكون سيء على الأدب أبدا قمة في الأدب لكن بعد ما بجامل في الحق اتكلم مع أبوه الآيات في صورة مريم قال يا آبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أس عليك الله زي الكلام ده ما ممكن إحنا نقوله للجماعة اللي يمشلون لغبر بتاع ذو الميت غبر وذول المادة لم يسمعهم مادة نسمعك كيف وجوه التراب ده ها ولا بشوفهم ولا بيغني عنهم شيئا شكرا قال يا أبوه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آها تاني قال له يا آبتي ده ما أدب راغي أسلوب مؤدب لكن لاحظ الحق نظيف والأسلوب مؤدب قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك آية تابوي كبير وإي حاجة لكن أنا جاءني علم أنت ما عندك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الآية التالتة طوال تحف منها قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولية بالله مشكة يا أهل النصيحة دي نصيحة ما جيها بأسلوب كويس شوف أبوه لأنه غرقان في عبادة غير الله غرقان زي السيحنا إننا جماعة غرقانين كتار جدا والله يومك التمش تقول لي ما تنده الفكي ولا ما تدعو الغبور بجرع كازو بيجيك غرقانين دي ودي المشكلة هنا أبوه بعد الكلام السمح ده كله قل له أنا جاني علم إتما عندك أخاطب بكلام جميل قل له يا إبراهيم لئن لم تنتهي لو ما خليت البتسوي فيه ده لئن لم تنتهي لأرجمنك رجم بالحجار قل له لأرجمنك وهجرني مليا أها إجامل ولا كيف نحن طبعا وخاصة هل ناس الجزيرة دي عندنا المجاملات قل لك يا مولانا يا أخي ما ممكن يا أخي إنت درت أعمل لنا مشاكل في نص الأسرة ودرت فرديق الأسرة يا ناس مشاكل في شنود عغيدة العغيدة ما فهم مجاملة هل إبراهيم عليه السلام قال له خلاص تاني أبوه تقدرنا ما بسألن وبس كنت ممسقش مه لا 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 قال له سلام عليك خلاص أنت ما در ترجمني وما در معي كلام سلام عليك ولسه قلب متعاطف مع أبوه قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية الله قال له بيقبلني وبس أستغفر لك خلاص قالوا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنت قال لهم والبتدعوهم دان أنا باعتزلكم كلكم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية يلا لاحظوا قبيل قلنا الخير بيجمع العغيدة والتوحيد شوف الخير اللي جال إبراهيم إبراهيم ولد ما كان عنده ما كان عنده ولد وإس الله قال فلما اعتزلهم أول ما خلاص ورهم العغيدة تمام والضحلام كل شي واعتزلهم ربنا قال وهبنا له طوال الله أدعوه إسحاق ويعقب وكلا جعلنا نبيا أدعو أنبيا اثنين ولا ولا ساي أنبيا اثنين حتى لما دخلت الملائكة تبشرهم ربنا قال وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُّنَا يعني الملائكة إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ مع رجل كريم أول ما دخلوا عليه في البيت الملائكة والملائكة ما بيأكلوا وإبراهيم ما عارفه عليه السلام جاء بعجل حنيذ حنيذ يعني مشوي إحنا نسميه بالجمر جاب العجل وقدموا ليهم فقربه إليهم قال لا تأكلون لقاهم ما بيأكلوا فأوجس منهم خيفة خاف إنهم ما بيأكلوا ليه وامرأته زوجته واكفة قال فضحكت ضحكت ليه ها ضحكت لأنه هي من قبل بتطبخ بالأكل وجابته لهم وما أكلوا ضحكت الملائكة بشرتها فبشرناها بإصحاق ومن وراء إصحاق يعقوب يعني إصحاق كمان قوليه حايلد يعقوب وان بيالي اتنين ربنا أدعو لكن إبراهيم عليه السلام ربنا أدعو مع بيان التوحيد أسه الشغلان نحن عندنا جاية أنا أكلمك بصراحة الشغلة عندنا جايطة في البلد دي خاصة بلدنا دي وخاصة جزيلتنا دي الناس لاسه ما في واحدين ما عارفين الخلقنا الله أو الفكي الخلقنا الله أو الخلقنا الشيخ ما عارفين ولاسه الوحد وكترفع يده يدعو الله ولا يدعو له شيخ ولاسه معارف يدعو ياته واحدة قالوا من حبوباتنا دين سألوها قولوا لا ألقوا يا الله ولا ألقوا واتحسونا قلت لقوا نلقوا يا الله لكن واتحسونا إنقام كعب ما حدنا في النهاية لدنا واحد يعني الشغلانة جايطة يا أخواننا الشغل جايطة فهمتوني إبراهيم عليه السلام أدوهم كلام تمام بعدك من المواقف أيضا اللي حصلت لإبراهيم عليه السلام جو قوم مخارجين طالعين برا عندهم عيد من أعياد الآلهة بمشوا هؤلاء بيدعبدوا للآلهة بتاعتهم دي كده أيوة فلما مشوا إبراهيم عليه السلام قالوا له ومشي معنا ربنا قال فنظر نظرة في النجوم نظرة نظرة في النجوم دي من لغة العرب قالوا أسلوب بيعبروا عنه بالتفكير ذل ما نفكر كذا يقول لك نظرة في النجوم مجعاين داري شوف لي حاجة لا فكر فقال إني سقيم طبعا هم فيهم وشنو فيهم وإنو سقيم معنا نعيان يعني خلوني أمشوا أنا عيان ما مقدر أمشي معاكم وهو يقصد إني سقيم يعني الشي اللي بتسو فيه واتده ما رضني أنا فده العلماء قالوا من استخدام المعارض أنت تقول كلمة ده يفهم منا حاجة وانت تكون قصد حاجة تانية وشانين تتخلص بها نفسك داري تخارج من برقتهم دي قويس أول ما ماشوا وهم طالعين قال قال لك كلمة وسمع على واحد منهم قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين كذا مرقو وانا عندي نظام مع الأصنام دي سمع على واحد منهم وفاته طوالي ربنا قال فراغ إلى آلهاتهم شان الفاس وجاو ولقى الآلهة خاتلنا كلها جنب عب وخاتلين قدام الأكل هي ما بتأكل لكن خاتلين قدام الأكل نظام أن الآلهة حتجعل البركة في الأكل شانجوا هم راجعين يأكلوا الأكل ده وتكون جات فيها البركة زي الآن الجماعة اللي يمشي الواحد يقول لك ما شاد قبة فلان وغبر الشيخ فلان وجبت له موية وجاب له تراب من هناك يقول لك ده فيها البركة الشغل ده قديم ده من عقاية المشركين أصلا ده ما في الإسلام ده شغل المشركين الزمان شفت كيف نفس النظام الآن الجماعة يقول لك يا أخي والله هذا شغل الصالحين ودي بركة لا فيهم بركة ولا أي شيء لا تتوقع رقبتك ما في شيء ده موية ببيعها في حوار هناك دار يطلق ريشات في همتا كلامي بجي ببيع لك موية الكورة باكيدا وداك ببيع لك والتراب باكيدا ببيع للناس بيع وما في شيء تراب يكون جابوا قلاب قبل يومين كبوه وإنتا ببيع تشتري ما رقل كويس إبراهيم عليه السلام دخل على الآلهة الله قال فجعلهم جزاذا كسرهم كلهم أول ما دخل عليهم لكن قدامهم قال ألا تأكلون ما تأكلوا لكن قدامكم أها ما لكم لا تنطغون وما بتتكلموا كمان ما تتكلموا الله قال فراغ عليهم ضربا باليمين ابن كثير قال لأن اليمين أقوى الزوال السلام من تضرب باليمين ماذا تضرب بالشمال اليمين قوية فراغ عليهم ضربا باليمين وإذ مشوا وجو راجعين لقوا الآلهة مكسرة كلها شال الفاسخة تفوق الكبير أول ما جو راجعين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أسوى كذا دمنه هذا أزول السمع قبيل ذاك ما إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام قال لاشنو قال لي أنتو كدام شو أنا عندي نظام مع الآلهة دي أزول السمع قبيل ذاك طوال جا كلمون قالوا سمعنا فتى يذكرهم بتوعد الآلهة سمعنا فتى يذكرهم يذكرهم أي عيب بعيب الآلهة بتاعتنا يقال له إبراهيم ابن كثير قال وكان عمره ستاشر سنة بالله يشوف الشغل دا كله ستاشر سنة بس كويس طيب سألوا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قامت داهم كلام بتاع الذكاء وبيهدم لهم العغاية بتاعتهم دي قال لهم بل فعله كبيرهم هذا السوال كبير ذاك لاحظ شوف دقة التعبير ما قال لهم ما سألوه قال فسألوهم لأنهم واحد المكسر والمامكسر كل واحد ما قال لهم فسألوه يعني المكسر ماذا المامكسرين قال لهم فسألوهم كلهم واحد إن كانوا ينطقون العلماء قالوا إبراهيم ما كبب عليهم لمن قال لهم بل فعله كبيرهم ما كدب لكن أدهم إجابة بشرط قال لهم فسألوهم إن كانوا ينطقون يعني لو بيتكلموا عمل الكبير ذاك بمعنى الكلام لو بيتكلموا السوال كبير وطبعا هم ما يقدر يقولوا لو بيتكلموا وما يقدر يسألوه الله قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون غلطانين التذيل تخلوا آلهاتكم قالوا براحماية بالله في إله بيحموا يا أخواننا هو الإله كان بيتحمي ثاني إله فوقهم كم أكاربتل بتحميوا لذلك إبراهيم عليه السلام قال لهم أتعبدون ما تنحتون تسووا براكم وتعبدوا تبقوا إله الآن أنا القصة أربطها لك بالواقع لذلك لذلك أنت تعرف المشاكل 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 المقطعة جالبنا إحنا الليلة دي نحن عندنا الشيخ بموت قول صالح صالح طب الشيخ مات شلناه براعنا غسلناه وكفلناه وودنا المغابر وحفرنا له ودى اللحد ورجدنا جوا ها بعد ما صلينا عليه ودفلنا طب ومشينا تاني نجي نحن ذاتنا ديل الشلنا بيدنا بنجلبه كده يمين ونقلبه شمال ونربطه بهيني ونربطه بهيني ونشيره ونخده في الغبر نين إحنا ذات وندعوه بعدين يا فلون تلحقنا قصة عندنا عقل لأ إحنا عندنا عقل ده فيه لانا حاجة يا أخوان ونحن لما نقبله غسلنا ونحن لما نقبله غسلنا وكفلناه ومشينا صلينا عليه نحن دعينا له ما هد علينا صح ولا ما صح نحن دعينا له ولا هد علينا نحن دي اللي بندعو له نقول اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ونقول اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة إلى آخر الدعاء ميحن لما ندعو له لكن تعيشوا في جهلة المسلمين الليلة أي زول عنده فكبروا وشيخ بي عنده والغبر الفلاني والقبة الفلانية والضريحة الفلاني والدهوم ويا السادة ويا الغوم ويا هل الله أي زول عنده زولوا براو أكلمنا عاوج ولا مو عاوج دي مش يا هزاة الآية قال لهم أتعبدون ما تنحطون يا أخي زولة القبة دي بنيتوا ايتوا يا أخي شنو تقول ليفها بركة ايتوا البنية هوا والبلاد ده البلاد بتاع القبة واحدين دقاء بيتمسحوا إيتوا بتتمسح على شنو ده بلاد ناي السراميك جابينه من رأس الخيمة ولا جابينه من يوم معارف السراميك ما فيشي قول لك بركة يا زولة بلاد جابينه من الصين ما فيشي نسوي القبة بنانا ونجي نعبدك واحد أريته لو قبة وهي يعلق لك أربع رايات شيخ ذاته ما فيه ولا شيخ ما فيه أسا كان قلنا شيخ ده بيديه بالحق وشيخ ما فيه أربع جنايات يعني لقيم وربط لفين دول قانا خدر فوق وفيك الخبر في الحلة يقول لهم هنا الشيخ بيينه يا ناس بيين شنو شيخ وينو في شيخ هنا ما فيه فاضي المحل شن تعرف إحنا الشيطان اللي عبينه لا يتحد ولا يلعب لهم ما دي كله إلا من رحم الله ها شكذا إبراهيم عليه السلام أدوهم كلام كلام منطقي للنهاية قال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وخلق الحياة ذاته اللي تعبدوا فيه ده تخلوا الله خلقكم وخلق الحجر وتتعبد لكم حجر الوقت ذاك وقعت لهم الحجة يلا لاحظ العلماء هنا نبهون المسألة مهمة جدا تنتبه ليك أول ما وقعت لهم الحجة قالوا حرغوه العلماء قالوا الزوال أول ما تنقط حجته بجرع كازو دا الكلام كده أول والحجة تكمل بقول لك اتجدتنا من وين يا ذو الخليج دي اتجدتك من وين أنا كلامي دا صاح ولا غلط دا الموضوع هنا طوالي جرعوا كازو جاك لما انقطعت حجتهم ابن كثير قال قال فلجأوا إلى العنف طوالي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم بالله لو زول عاجل يا أخوان تقول كلام ذايدا تقول انصر إلهك وكان إلهي ما قادر انصر رقبته أنا داري بشنه تاني قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لكن ما شغل بتاع جهل بتاع شيطان بيقولوا بولعوا في النار ما داري حرقوه النار بنقولوا له الحطب مية سنة بلالله شو بالنار دي كيف مية سنة شغالين لك الحطب حتى جاء في بعض الاثار قالوا المرأة منهم كانت لو ربنا سبحانه وتعالى جاب لها رد لا غايد ولا نجح لها أي شيء من أمور الحياة صلحت عنده بتقول لك لأحملن حطبا إلى نار إبراهيم يعني شكرا ليا الله تجيب الحطب لنار إبراهيم مية سنة بيجمعوا في الحطب وأوقدوا النار مئة عام واللعوش أنت حر مية سنة بن كثير في تفسير صورة العنكبوت قال فبلغ لهب النيران عنان السماء النار دي لهبه فوق وين حده العنان يعني السحاب بالله الشيء دي عظيم كيف قال كان الطير لا يمر فوق النار طيرة بيطير 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 لا مافي أي طيرة مشت بفوق بتقع جوا انت قال نار إبراهيم دي ذي المنقط بتاعنا ده دي نار عجيبة ذاته كله كله كويس في الوقت داك جابوا إبراهيم وبيقوا محتارين النار دي اجدعوا ما يفضل بيقدر يقرب منها اجدعوا فيها كيف ذاته انت بتقرب منها واحد منهم من شياطينهم جاب لهم فكرة المنجنيق المنجنيق دا حاجة بيعملها بالعود كبيرة كده تجدع من بعيد قال لهم اجدعوا بالمنجنيق من بعيد كويس جاب المنجنيق يدعوا إبراهيم عليه السلام في النار لكن هم خلاص عاملين رقبتهم كده انجزوا وخلاص انتصروا للآلهة وكده في الوقت داك ها الحيوانات جاءت جميع الحيوانات تساعد في اطفاء النار بتبزغوا عليه اقصد ها بتبزغوا عليه اي حيوان من الحيوانات كما نغل في الآثار قالوا إلا الوزغ الوزغ دا الضب بتاعنا بتاع الحيوانات دا شفتم دا مجرم من زمان قالوا الوزغ دا بس كان منفخ في النار بنفخ بزيد فيها لأي انت قائل حاغد على ابراهيم عليه السلام وحاغد عليه عشان العغيدة دا واجف مع المشركين ما داك الولع النار واجف مع المشركين عشان كده جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأوزغ الوزغ دا أول ما لم يتفيه الضب دا لما تلقى فيه كتب اللغة ولا في كتب السنة الضب ما مقصود بيه الضب بتاع الحيطة دا مقصود بيه دا الضب الصحراوي زي الورا اللي عندنا هنا داك حلال بجوز ها أكلوا كده داك براو لكن منسمين احنا الضب دا الوزغ السيدة عائشة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأوزغ اقتلوها وجاءت في آثار أخرى من قتل الوزغ بضربة واحدة له مئة حسنة بضربة واحدة وتقل الحسنات كل ما كترت الضربات يعني جل منك واللي حكت تاني وجل منك وضربته وكده كترة الضربات كويس بتقل الحسنات فيه أجل اقتلوا لأنه حسود ها ومجرم وعدوا من أعداء التوحيد وقف مع المشركين ضد إبراهيم عليه السلام كويس لكن بعد ذلك ربنا قال كلمة واحدة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم شغالين بغلع فيها مئتين سنة مئتين سنة تعبانين فيها ربنا قال لها كلمة واحدة بس كوني بردا وسلاما على إبراهيم بعدين سبحان الله ونجيناه ولوطا ربنا بعدين قال له وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت تخيل معي في كلمة مهمة دارك تركز فيها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أسأل إحنا لو عملنا زي الجهاد بتاع إبراهيم ده في التوحيد وتاني جزول قال لنا ما تشركه نقول له يا أخي بعد ده كله نشرك شوف ربنا بعد كلام إبراهيم ده كله يقول له لا تشرك بي شيئا سبحان الله كسر الأسلام بيده ويسبب جدعو في النار ويسبب الكلام في التوحيد إبراهيم عليه السلام اعتزل أبوه واعتزل قومه بعد ده كله ربنا يقول له ألا تشرك بي شيئا لذلك لذلك يقول لك والله إن إحنا شبعنا من التوحيد ده كفانا شوفنا كلام تاني ده معنا ما فهم التوحيد ها ده ما فهم التوحيد إبراهيم بعد ده يدعو ربنا ها يقول رب يجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام ما أقول يا أخواننا إبراهيم يعبد الأصنام بعد الكلام السمعين هذا كله لكن العلماء قالوا الزول يخاف من الشرك تخاف لأنه الشرك ده أعظم شيء دايره الشيطان الشيطان دايرك تشرك عشان يدخل لك جهنم دوا وقبلك تاني ما في مرقا لكن إنت عارف الزول لو وقع في معصية تانية ممكن ربنا اتجاوز عنه الزول لو سرج ولا لوزنة ولا شرب الخمرة ممكن ربنا يغفر له لكن الشيطان حريص على أنك تشرك لأنه تشرك ذنب ربنا ما بيغفره ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاحبد وكن من الشاكرين لكن الليلة الشيرك دخل على الأمة مزين ها ومزركش دخل على الناس من حيث لا يشعروا تعرف الشيطان فتح لهم باب للخير ومعاه باب بتاع شيرك يقول لهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا أي مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تقول له محبة النبي يقول لك يا السلام يا مولانا والله ده الكلام السمح ذاته آي سمح والله كلام السمح ده النبي ده بنحبه تمام لكن أعمل حسابك بإسم محبة النبي ما يدخلك في الشيرك في قصيدة قصيدة قديمة لكن لين اللي أبغنوها بجيبوها في إزاعي سيمة إزاعي الكوسر أنا يوم كنت في مستشفى شغلوا التلفزيون لقيت فاتحين قنيسة مساهور القنيسة مساهور جابوا واحدة بتغني هو هنا قالوا متحة المهم كويس قالت أحمد يا حبيبي وبيت متبرجة أستاذي عليك اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان شافح يكون رضيان منا متبرجة قالت أحمد يا حبيبي سلام عليك وبعد ما هي بيتمدحها المتحب الأورجن وكده كان دينا الكلام كتابة في الشاشة بتاعت التلفزيون يعني شاني أكدوا لك إنه الكلمة دي ما جات كده ساي كتبوا عديل مترجمة في التلفزيون بره قالت أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسك وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك كاشف الكروب دي ما بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ما كاشف الكروب اللي بكاشف الكروب ده الله السؤال لا بكشف الكروب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكشف الكروب قالت سلام عليك يا غافر الذنوب غافر الذنوب يا أخواننا النبي بغفر الذنوب يعني يوم القيامة البغفر الذنوب النبي ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله قال بغفر الذنوب الله النبي صلى الله عليه وسلم ما بيغفر الذنوب النبي بيشفع وفي فريق بين الشفاعة وبين شنو وبين مغفرة الذنوب في فريق بل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيشفع حتى الشفاعة ذاته ما بيشفع إلا للموحدين شكرا لما اندعا لعمه عمه طوالي دعا له أو استاذن إنه يدعو له نزلت الآية في سرطة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَا قرابته لا موحد يدعو له ويشفع له مشرك لا قلت لازم قلنا يا أخوانا ونحن في خلاصة وختام هذه الكلمة إبراهيم عليه السلام ربنا قال عنه كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ووقفت في آخر كلامي في تبيم مظاهر الشرك اللي دخلت على الأمة بأبواب فتح الشيطان فتح لهم باب للخير شان يدخل من خلال باب الخير يدخل الشر باب الخير مثلا قلنا كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي عليه الصلاة والسلام لأن المدح حصن نوعين أي كلمات يتبتمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعين النوع الأول إنها تكون كلمات فقط ما فيها موسيقى طبعا كلمات لكن كلمات رصينة طيبة ما فيها كلمة في غلو ولا محرم هذا ما فيه مشكلة ولو جزوا قال لك ده حرام ابن يغش عليك ده ما حرام زيل المدح بتاع حسان ابن ثابت وابن رواحة وكعب ابن مالك وغيرهم من شعراء الصحابة بل من شعراء الأمة لما جاء زمان واحد مشرك وهجى النبي عليه الصلاة والسلام هجوا بأبيات من الشعر فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مع القوم شاعر بيأمر حسان بالرد عليه وإذا جاء مع القوم خطيب بيأمر سابت ابن قيس ابن شماس بالخطابة لأنه كان جهور الصوت وكان خطيبا رضي الله عنه وعن حسان فقام حسان ابن ثابت دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء العلم قالوا ده من المديح المشروع الجائز وزول بلجة فيه أجر لكن ده ما معناها إن المديحة البنسمع نحن الليلة ده كل زي مديح حسان ابن ثابت ما زيه ولي حاجة ده مديح فيه تجاوز للحد وفيه غلوب وكلمات شركية راس عديل ديك بتقول له سلام عليك يا غافر الذنوب سلام عليك يا كاشف الكروبي كويس وده شرك كله يا أخوان ده كله شرك بالله سبحانه وتعالى بل الناس تجاوزوا المسألة دي فتحوا لك باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما شوفها جدام بيقى مديح لشيوخ ما هم أنبياء ولا رسل أدوهم مكان فوق والله لو قررت لك أبيات من الأشعار اللي بيقولوا في متح الشيوخ أنت تحتار ذاته واحد بمدح في رقبته عنده كتاب اسمه قبس بالنور كتابي بيعوه السوق والمديح ده بتسمع صوتي وفي الكتب ولا خجلال منهم ذاتهم ها قال أنا الحق في الدنيا ده غبر هناك في السوق الشعب الخرطوم كتاب غبس من نور كويس زعيمة على البرهانية قال أنا الحق في الدنيا الحق ده الله قال أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء اللقاء يوم القيامة إذا الأرض مدت والسماوات حقتي وأجود على أم لطرحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي قال جبريل ميكال إسراف هم جنودي ده الجنودي أنا جبريل جند من جنودي إسرافيل من جنودي ميكايل من جنودي قال هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي ده كلهم تحت إمرتي أنا أرايك شنو في الكلام ده ها ده خراب خراب في العقيدة خراب للنهاية كويس قال دي أبياد بتاع الشعير قال قال ده مديح قال مديح زي ده والله ده ضيع والله تعتقد عقيدة زي ده والله تراني ما معك بطريقتك لكن تلاقي كلها بعدين قدام الله كتاب تاني اسم الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال ذراعي يد ده من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي يد ده ودابي فوق السماوات أجاب بغادي ها قال وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي الرمل الفيواطة ده كله قال أنا بعرفه وأعلم عدد النبت كم هو نبتتي وأعلم موج البحر كم هو موجتي وأعلم علم الله أحصي حروفه علم الله ده قال عندي كله حرف حرف دخل حاجة تاني ده شرك كبير ده شرك لو سمع أبو جهل ذاته بقول لهم أنت بغلقته وكترتوه ذاته ها ده أبو لهب لو سمعه بقول لهم كترتوه ذاته يا ناس يحصي حروف الله كيف ربنا في سورة لقمان قالوا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام بالله شوف الآية دي فيه عجاز عجيب كيف يعني معنى الآية أبري شجرة الواطة دي كله أقلام الشجرة في الجزيرة والشجرة في المناجل وشجر كردوفان وهناك بوركينا فاسو وأمريكا وأستراليا أبري أقلام قال لك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده يعني بقال دوايا مداد تجيب الأقلام دي كله والبحار الدونية دي كله دوايا قال من بعده سبعة أبحر أضرب البحار دي في سبعة بعد كله ربنا قال ما نفدت كلمات الله دا قال جاء لنا حاسيبة كلها دا خلش نثان يا أخوانا جاء الحاسيبة تحاسيبة كيف إت تحاسيبة كيف موسى عليه السلام معه الخضر الحديث صحيح مسلم دي الانتان من أنبياء جاء عصفور طيرة نجرت في البحر كذي ومارا قد بس نجرت بخشومة في البحر الخضر قال لي موسى ما علمي وعلمك دي النبيين وزولنا دا زول سايا طرنقع سايا قال لي لا نبي لا صالح لا أي شيء دي النبيين قال لي ما علمي وعلمك أمام علم الله أو عند علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر قال لي علمي علمك زي النقدة 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 الطيرة دي بس النقدة دي من البحر وده سجد فكالك كبيرة خلاص قال لي وأعلم علم الله أحصي حروفه والله أخوانا دا دجل ما بعد دجل لكن اللي يقدر يقول دا دجل من الناس ما بتخاف يقول لك ويا ولا نا عواج أتكلم بيقص رجلك وبعوج حنكك وكلام ساي عوج حنكه وكلام ساي وحنك ندك ركبه بعوجه لكن ما ركبه دا يكب الله فالله إلا يعوجه الله ركبه كلام فارغ يا أخي ملو الناس بحغائد فارغة وخوفهم لشان كده ربنا قال ويخوفونك باللذين من دوني ملو المجتمع دا خوف انت بتجي ماشي بجمجوك جوبة بترجي في كده دا يقول لك بيحصل لك وبحصل لك قبل فترة واعد من بتاعنا الزرائب ديل وطلع له قصيدة في أخواننا اللي بتكلموا في الكلام دا وديل في النهاية لا وهابية لا ناس عندهم خامسية زي ما بقولوا ولا عندهم حزب جديد يا ناس دلنات بكلموكم بالآيات والحادث ما عندنا شي احنا آيات والحادث قال قال جهدوا لهم صاروخ داري في الكو مش صاروخ عديل يعني ميج ولا كده لا لا صاروخ قال بتاع بتاع الأولياء والصالحين قال طلع قصيدة طويلة قال صاروخ الغوم آه جاهز أنا قالوا لي جاهز قال ودارين فقال يا صاروخ بتاع شنو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم شنل بيصيبك ربنا سبحانه وتعالى في صورة التوبة قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل مؤمنون مؤمن بتوكل على الله شاكد أنا دار أختم لك كلامي ولخصة كلامي كله قصة إبراهيم دي أطلع منها بمعلومة ومعلومتين نضف عاغيتك خاف ربك ما تخاف من أحد تاني وأدعو للتوحيد واصدع به وبينوا للناس والله ما يحصل لك في الدنيا دي إلا الكتب والله شي ما كاتب والله ما بيحصل لك وما يخوفوك الجماعة بفلان واللعلان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن الأمة اجتمعت تخيل ما أخليك فلان وفلان ودقوبة وغابة أمة كلها اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف فلعل وقت الصلجة وأنا أكتفي بهذا القدر جزاكم الله خير على حسن الاستماع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأشكر كثير للإخوة وشيخ صديق وكل الإخوة هنا وأهل الحي والمستمعين وأهلنا كلهم أشكر لكم هذه الدعوة الطيبة والاستماع الجزيل الطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا أنه جواد كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته